عشق القهوة طبعا ما هو فردي ناس كثير عاشقة للقهوة المبتعث عاد بذلك وافتتح محمصة خاصة به هدفه أن يقوم الفرد بصنع قهوته بنفسه في المنزل بعد أن خاض تجربة سابقة في الغربة قصته طويلة سيحدثنا عنها الآن محمد الغزوي الروستر أو المحماس كما يطلق عليه باللغة العربية محمد حدثنا عن بداياتك البدايات مثل أي شخص في السعودية يشرب القهوة بعد فترة لما كنا في أمريكا عملية أن الواحد يحضر أكله بنفسه في البيت أيضا كان ضمنها أن الواحد يحضر قهوته في البيت هذا الأمر خلاني أقترب أكثر من موضوع تحضير القهوة وفهم أكثر القراءة أيضا كانت عامل وهي موضوع اللغة اللغة الإنجليزية كانت عامل من العوامل أن الواحد يعني يدخل في الجانب هذا ويفهم تفاصيل أكثر فيه فعملية القراءة والبحث والتجارب هي اللي قادتني إلى الموضوع هذا مفاهيم مغلوطة دخلت على القهوة ما الذي لاحبته؟ هو فهم الجودة فهم الجودة بالنسبة إلينا إحنا كمحامص أو محماس اللي يكون كوفي روستر الفهم الجودة والمعيارية فيها الآن هي الثقافة اللي نحاول بقدر الإمكان لنشرها عند الناس موضوع مثلا تزاجة القهوة طريقة التحضير السليمة إلها في المنزل مثلا لو كان أحد يحضرها أو في المكتب في العمل فهذه المفاهيم ضمنها أن الناس مثلا تضيف الإضافات لتخرج المشروب بأنه يكون يعني نسبة القهوة في حاضرة إلى مشروبات أخرى في الحليب والإضافات السكرية لو اشتريت قهوة بكمية معينة وتركتها بره لفترة هل هذا يأثر على طعم الجودة حتى مع برودة الجو؟ طبعا الفكرة أن القهوة عبارة عن حبوب الحبوب هذه جاية من ثمرة الثمرة هذه مركب عضوي فبعد كده يكون موضوع أن الواحد يحمصها أو يحمرها في النار فهذه الحبوب مثلها مثل الخبز لما يتحمر العامل الأساسي في أن يأثر في تزاجة موضوع أنه ينكشف للهواء مثل هذه الآن لو تنترك ساعة خلاص الواحد مفروض ما يشربها فيكون أن التزاجة فيها مهمة يأثر فيها الهواء الأكسجين عامل الأكسجين مثل الخبز يأثر فيها الرطوبة الحرارة أيضا ولذلك طريقة تحفظها كقهوة تستخدم إلها أكياس خاصة مثل هذه تكون مغلقة معتمة وإلها قفل تحبس الهواء إنما يدخل إلها وتكون بهذه الطريقة محفوظة بالكامل لمدة يعني ماكسما إلى ثلاثة أشهر مدة أطول مدة ثلاثة أشهر إذا حفظها بشكل سليم ممكن تعطي جودة في الشرب هي تظل تشرب كمشروب ولكن جودتها تكون أقل انتقلت من بلد إلى بلد للتعرف على أصناف القهوة ما هي البلدان التي زرتها؟ القهوة طبعا مثلها مثل الرطب عندنا هنا في السعودية كتراث عريق الكل يعرف الرطب فصائل ألوان لما تنضج حبة الرطب تصير صفرة بعضها تصير أخضر شوي أصفر الفكرة نفسها موجودة في عالم القهوة أيضا فكانت لنا زيارة إلى كوستاريكا كعالم مشهور في عالم القهوة أيضا إلى البرازيل إلى إثيوبيا المشهورة ومؤخرا زرت جازان عندنا في السعودية وكانت حقيقة زيارة جدا فاتنة أن الواحد يشوف تراثنا موجود فيه القهوة من سنوات جدا قديمة القهوة المختصة الآن كثير يستخدمها ممكن نشوفها على كثير من الحسابات مواقع التواصل الاجتماعي سبب العودة للقهوة المختصة ذكرت قبل أن نخرج على الهواء أن المسألة قديمة جدا القهوة المختصة عبارة عن جودة معينة في القهوة لكن القهوة بحد ذاتها مشروب موجود من قديم الزمان عند أهالينا يعني مئات السنين القهوة هي منتشرة فيه جميع الأرجاع بالنسبة للعالم ورجوع القهوة الآن في السوق المملكة مثلا العربية السعودية في الفترة المؤخرا ومصطلح القهوة المختصة انتشر عند الناس هو دلالة إلى أن القهوة الموجودة عندنا يا شباب في المحلات هي قهوة جودتها أعلى مختصة بمعنى أنها تكون فيها تحكيم في الجني إليه يوصل إلى الكوب في الجودة تكون تعامل معها تعامل خاص يحفظ جودتها من المزرعة لين توصل إلى المحامس وبعدين المستخدم الأخير طيب استخدام الفلاتر أو التقطير في الفترة الحالية نشوفها بكثرة الآن الموجة هذه اللي بدت فيها القهوة المختصة عالميا خصوصا في أمريكا يسموها الموجة الثالثة فأنها تصير صار فيه رجوع إلى الأدوات القديمة اليدوية هذا مثلا من شركة مشهورة أمريكية اسمها كيميكس الشركة موجودة من 1941 ميلادي الفلاتر موجودة كممكن الواحد يبحث عنه في ويكيبيديا هذا الشكل مثلا يسمى مليتا مليتا فلاتر مليتا موجودة من 1907 أو 8 ميلادي يعني أكثر من قرن الآن القهوة تفلتر بالورق لكن الآن الناس بدت ترجع وتجرب بشكل أفضل أنها تحضر قهوتها بالطرق القديمة لكن بمفهوم مختلف وحديث شكرا محمد سارة وحمدان عادت الناس الآن استثنت استخدام الآلات أو ابتعدت عنها وعادت للطرق التقليدية القديمة في تقطير القهوة يغطيك العافية شهادة شكرا شكرا شكرا